مرحبا معكم إسلام الشبار من قناة تحدث اللغة الإنجليزية مع أكاديمية الشبار سبيك إنجليش والشبار أكاديميك اليوم رح يكون لدينا الدرس الأول من دروس سلسلة 128 سؤال المطروحين في المقابلة للحصول الجنسية الأمبكية رح يكون لدينا خمس دروس كل درس فيه تقريبا 25 سؤال اخترت لكم الأجوبة السهلة القصيرة والبسيطة سهلة اللفظ تيب على الموقع بعض أسئلة فيها أكثر من جواب أنت مش ضروري تحفظ كل الأجوبات تحفظ جواب واحد فقط في أنك الجواب إيجابة صحيحة وبالنسبة للمقابلة رح يسألك الضابط بحدود العشرين سؤال أنت لازم تجاوب على 12 على الأقل منهم 12 لازم يكونوا صحيحات حتى أنك تجتاز الإمتحان ورح أقرأ السؤال باللغة الإنجليزية مرتين وعطيك فرصة حتى تدعيد وراي وراح نترجم الأسئلة وراح ونقرأها باللغة العربية فقط مرة واحدة ويلا بسم الله نبدأ السؤال الأول ما هو شكل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؟ ريبابلك ريبابلك جمهورية يكفي أنك تحكي ريبابلك وبس خير الكرامي ما قل ودل السؤال الثاني ما هو القانون الأعلى في البلاد؟ نظر أذكر أحد الأعمال التي يقوم بها الدستور يشكل الحكومة السؤال الرابع يبدأ نشطور الولايات المتحدة الأمريكية بكلمات نحن الشعب ماذا يعني نحن الشعب؟ السؤال الخامس كيف يتم إجراء التغييرات على دستور الولايات المتحدة الأمريكية؟ تغيير التغييرات الحقوق الأساسية للأمريكان السؤال السابع كم عدد التعديلات التي تم إجراؤها على الدستور؟ تغيير التغييرات على دستور الولايات المتحدة لماذا وثيقة الاستقلال مهمة؟ تغيير التغييرات لأن الوثيقة الاستقلال تعالن على أن أمريكا مستقلة فرة من السيطرة البريطانية السؤال التاسع ما هي الوثيقة التي أعلن أن المستعمرات الأمريكية مستقلة حرة من استعمار البريطاني؟ الوثيقة التي تم إجرائيها على الدستور الأمريكية عالقا الوثيقة الاستقلال سؤال عشر السؤال في تعالعشر سمي فكرتين مهمتين تنص عليهم وثقة الاستقلال Liberty Liberty الحرية Self-government Self-government الحكم الذاتي السؤال الحادي عشر The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? ما هي الوثقة الأساسية التي تنص على الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة? The Declaration of Independence The Declaration of Independence السؤال الثاني عشر What is the economic system of the United States? What is the economic system of the United States? What is the economic system of the United States? Capitalism 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 النظام الرأسماني السؤال الثالث عشر What is the rule of law? What is the rule of law? مش لو 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 من خفض لا قانون ما هي سيادة القانون? No one is above the law No one is above the law لا أحد فوق القانون السؤال الرابع عشر Many documents influenced the U.S. Constitution Name one Many documents influenced the U.S. Constitution Name one أذكر أحد الوثائق التي أثرت على دستور الولايات المتحدة الأمريكية The Declaration of Independence رقيقة إعلان الاستقلال The Declaration of Independence السؤال خمس عشر There are three branches of government Why? There are three branches of government Why? لماذا يوجد ثلاث فروع للحكومة? So One part does not become too powerful So one part does not become too powerful من أجل أن لا يصبح أحد الفروع قوي جدا سؤال رقم ستة عشر Name the three branches of government Name the three branches of government أذكر ثلاث فروع للحكومة الأمريكية Congress Congress الهيئة التشرية President President في أسلوة البيئة الأمريكية The Courts The Courts المحاكم السؤال السابع عشر The President of the United States is in charge of the branch of government The President of the United States is in charge of which branch of government The President The President of the United States is in charge of which branch of government The President of the United States Rئيس البيئة المتحدة الأمريكية مسؤول عن أي فرع في الحكومة Exact Executive إذا حصلت لفظة صعبة عليك تبع معي الكتابة لفظية تقريبا إلى الكلمة Executive 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 الفرع التنفيذي السؤال التام العشر What part of the federal government rights law What part of the federal government rights law أي أجزاء الحكومة الفدرالية تنص القوانين Congress Congress الهيئة الشريعية السؤال التاسع عشر What are the two parts of the U.S. Congress What are the two parts of the U.S. Congress ما هو جزئي الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية Congress هي الهيئة التشريعية The Senate The Senate اللي هي مجلس الشيو And the House of Representatives The House of Representatives مجلس النواب لاحظوا أن تي الأولى ما في اللفظ Representatives Representatives السؤال العشرين Name one power of the U.S. Congress Name one power of the U.S. Congress Summi أحد أعمال الهيئة التشريعية Rights Laws Rights Laws نص القوانين كتابة القوانين بما معنى السؤال الواحد والشرين How many U.S. Senators are there? How many U.S. Senators are there? كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟ One hundred One hundred مئة عضو السؤال الثاني والعشرون How long is a term for a U.S. Senator? How long is a term for a U.S. Senator? كم مدد فترة انتخاب السناتر اللي هو عضو مجلس الشيوخ؟ كم مدد فترة انتخابه؟ Six years Six years Six years Six سنوات السؤال الثلاثة وعشرين What is one of your state's U.S. Senators now? What is one of your state's U.S. Senators now? تسمي أحد أعضاء السناتر اللي هو المجلس الشيوخ الخاص في ولايتك أنا صراحة بس حطيت ولاية تيكساس اللي أنا عايش فيها أحد أعضاء ولاية تيكساس السناتر هو تيد كروز فقط لولاية تيكساس إنما إذا انت تتبعني من ولاية غير ولاية تيكساس فالجواب ما رح يكون تيد كروز رح يكون إشي تاني غير ولاية غير تيد كروز فلاس نتبحثوا إنو شو اسم أعضاء السناتر اللي مسجلس الشيوخ الخاص في الولايات غير ولاية تيكساس لولاية تيكساس اسمه تيد كروز السؤال الرابع والعشرون كم أعضاء المصووطين في مجلس النواب؟ 435 435.435 عضو السؤال الخمسة وعشرين كم مدة عضوية مجلس النواب؟ 2 years سنتين 2 years هياكم تكون خلصنا أول خمسة وعشرين سؤال من سلسلة 128 سؤال متمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى وسنكم كل جديد من دروس محدد باللغة الانديزة على الحياة العومية ومن كمان الدروس من السلسلة البطبقية إن شاء الله بشوفكم قريبا مع الدرس الجاي بالتوفيق للجميع شكرا